ومن المتابعة معنا من جنوب لبنان مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب أحمد اليوم كان في تطورات ملفتة على الجبهة اللبنانية ما هي آخر التفاصيل وكيف تبدو التداعيات حتى الساعة نعم تحياتي لك في البداية ربما الحدث الأكبر والأخطر على الجبهة الجنوبية اللبنانية على مدار الساعات القليلة الماضية هو أعلان حزب الله عن إحباط محاولة تسلل لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حدب عيتا في القطاع أو في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني حيث كانت هناك محاولة لتسلل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموقع العسكري في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتم إحباط هذه المحاولة عبر إطلاق القذائف المدفعية على القوة التي حاولت التسلل علما بأن هذه ربما ليست المرة الأولى التي يحاول فيها عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي التسلل برا إلى الأراضي اللبنانية ولكنها هي المرة الثالثة في المرات السابقة كانت آخر مرة في شهر مارس الماضي وتم إحباطها أيضا فبالتالي كان هذا تطورا لافتا في الساعات الأولى من صباح اليوم حين أعلن حظب الله عن إحباط هذه المحاولة للتسلل البري بعد هذه المحاولة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على بلدة عيت الشعب هذه البلدة التي تقع في الجانب اللبناني على يمين الخطأ والجهة المقابلة في الداخل اللبناني من الخط الأزرق ظنا من جيش الاحتلال أن هذه المنطقة هي التي أطلقت منها القزائف المدفعية التي استهدفت القوة أو العناصر الإسرائيلية التي حاولت التسلل إلى الداخل اللبناني وبالتالي كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني بعد هذه الغارات أعلن حزب الله اللبناني استهداف سكنة زرعية العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ المباشرة وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية وتحديدا بلدة الباتولاي في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وبعد ذلك شن حزب الله هجوبا مركبا بأسراب من المسيرات استهدفت موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي أحد هذه المواقع في الجهة المقابلة للقطاع أو بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية في الجهة المقابلة للقطاع الغربي أما الهدف الآخر فهي قاعدة عسكرية إسرائيلية تستهدف لأول مرة منذ بداية التوترات ويتقى على بعد يزيد عن 16 كيلو مترا من الحدود الجنوبية اللبنانية حيث تم استهدفها بسرب من المسيرات الهجومية أو بين نهاريا وعكة وذلك ردا على عمليات الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية وتحديدا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني كل هذه الأمور جعلت الجبهة الجنوبية اللبنانية على موعد مع تصعيد جديد ظهر ذلك في قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بلدة حولة مما أدى إلى مقتل شخصين تابعين لحزب الله في هذه البلدة التي تقع على مسافة قريبة من النقطة التي نقع فيها الآن في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني سنبقى معك ضمن كل التطورات الحاصلة طبعا من جنوب لبنان مراسل القاهرة أحمد سنجاب شكرا أحمد